كويس ان شاء الله هتوصل الهدف اللي انت عايزه لان بالتأكيد ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى طالما انت بتشتغل وبتكتهد التوفيق ان شاء الله هيكون معاك وهيكون بإذن الله في صلحك في مباراة النجم الساحلي بالمقارنة بمباراة رادس ان شاء الله بإذن الله الاهل هيكون قادر على الفوز ومباراة رد الاعتبار بعد المباراة الاولى اللي كانت في رادس وبالتأكيد كلنا عارفين احداثها وكيف كان للحكم البتسواني جوشوا بوندو تأثير كبير جدا على تغيير نتيجة المباراة وفوز النجم في مباراة كانت من طرف واحد كانت من طرف النادي الاهلي النهاردة كان التدريب اللي قدامكم على صورة ده تدريب النادي الاهلي النهاردة في ملعب مختار تتش كل وسائل اعلام كانت موجودة وصورت وخدت الجزء المسموح لها في اول ربع ساعة من المران حسب لوائح الاتحاد الافريقي والكابتن سيد كمان اتكلم قبل بداية التدريب على المراحل القادمة وازاي النادي الاهلي ان شاء الله هيستعد لمباراة النجم السحلي الكابتن سيد صرح وقال ان بالتأكيد فريد النادي الاهلي بيتمنى التوفيق يكون حليفه في مباراة النجم غدا طبع المباراة لأهمية كبيرة جدا في المشوار الافريقي قال ان الاهلي بالطبع عنده غيابات بسبب الاصابات زي رمضان صبحي ومحمود وحيد وحسام عشور لكن في نفس الوقت في غيابات اخرى لظروف القايمة الافريقية لكن دايما النادي الاهلي عنده البدائل وعنده الحلول لمواجهة مثل هذه الظروف قال كمان كابتن سيد ان الجهاز الفني خلال المباراتين مباراة النجم ومباراة الهلال عارف الهدف وعارف التارجة اللي هو عايز يوصله وان ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي هيكون في عفضل مستوياته لترجيح كافة الوصول وحسم الصعود الى مرحلة الدور التمانية كابتن سيد قال كمان جملة مهمة وده تأكيدا للكامل كنتم أقوله في السياق حديثي الحسم بإيد النادي الاهلي الحسم بإيد لعبينا احنا للصعود من خلال مباراةي النجم والهلال لكن في نفس الوقت مش هنتكلم على الهلال اللي لسه عندنا مباراة النجم السحلي ما ينفعش هتكلم على جولة الستة وللسه عندك جولة الخمسة هنتعامل مع كل مباراة لحيدا ان شاء الله نتخطى مباراة النجم ونفوز ونكون في الصدارة تذهب للسودان وبتأكيد هيكون لك أفقار في هذه المباراة لكن في النهاية نركز في كل خطوة لوحدها الهلي حاليا بيفقر في لقاء النجم والاستعداد ان شاء الله للمباراة شكل جيد جدا ويكون التحضير ان شاء الله هيكون مناسب لهذه المباراة ثم مباراة الهلال السوداني مران النهاردة كان مران بدني زي ما انتوا شايفين وشايفين طبعا في الصورة اليوباجي في التدريب على ملعب مختار التيتش بالجزيرة وكان تدريب بدني قوي من خلال مدرب الأحمال بينكل اللي بالتأكيد عمل مجموعة من الوحدات التدريبية البدنية وقسم الفريق لعدد من المجموعات تحضيرا لمواجهة النجم الساحلي حراس المرمى كمان النهاردة كان شريف إكرامي والشناوي وعلي لطفي كان فيه تدريب خاص مع مدرب الحراس يانكون ميشيل وكان التدريب على هامش المران البدني ويمكن ميشيل يانكون عمل تدريب تخصصي على بعض الجمل الفنية اللي بينفزها فريق النجم الساحلي ازاي اقدر الحراس يشتغلوا عليها عشان يكونوا جاهزين لمباراة الغد قبل التمرين يمكن انا كنت موجود في ملعب مختار التيتش وشفت هذه اللقاطات يمكن ريني فيلر انفرض بشريف إكرامي مدة زمنية كده حوالي عشر دقائق ربع ساعة طبعا شريف إكرامي كابتن الفريق مع حسام عشور بالتأكيد وشريف ليه دور كبير جدا بخبراته وامكانياته وقدراته وطبعا معرفته بالمباراة الافريقية الكبيرة فدور اللاعب هنا مش في الملعب بس لا كمان في لعبة دور كبير جدا خارج الملعب حتى لو مش موجودة جوه الملعب دايما فيلر بيتعامل مع اللاعبين الكبار بطريقة انهم جزء لا يتجزأ من الجهاز المعاون مع ريني فيلر سواء مع عشور سواء مع إكرامي سواء مع أحمد فتحي ووليد سليمان ده جزء مهم جدا نهارده كان ربع ساعة عشر داي كلام مع عشريف إكرامي للمرحلة الجاية لمباراة النجم جلسات اللاعبين التهياء النفسية دور الكابتن جوه المعسقر قدامك هي في الصورة هي اللي أنا أكلمكم عليها جلسة تريني فيلر مع عشريف إكرامي خدوا بالك وانا بعلن القائمة حسام عشور مش في القائمة فالكابتن أو الأكبر سنة والمشاركة مع الفريق هو عشريف إكرامي دوره جوه المعسقر مع اللعيب النهارده ليلة المباراة بكرة هم راحين للأستاذ ده كلام مهم جدا لأي مدير فني مع أي لعب دايما ليه دور وشارط القيادة وشارط الكابتن مع مين في التوقيت المناسب والتوقيت الحساس ده قبل مباراة النجم الساحلي النهارده رمضان صبحي كان موجود في المران رمضان بدنيا ابتدى يدخل مع الفريق واحدة واحدة لكن الجهازية الفنية بنسبة 100% مش هتبقى موجودة في مباراة النجم الساحلي بعد المباراة لسه نشوف مباراة الهلال هل في إمكانية ولا لا لكن بشكل عام مهم جدا الجهاز الفني هو بيشتغل على مباراة برضو في تفكيره مرحلة مباراة شهر فبراير انت عندك بطولات وعندك مباراة حاسمة لقدر الله لو استعجلت على لعيب ولعبت به مباراة كبيرة زي مباراة بكرة ممكن لقدرها تفقده مدة أطول فبالتالي او طفق التغيير مثلا فبالتالي الجهاز الفني بيختار التوقيت المناسب امتى لما يكون اللاعب جهاز يدخل في المباراة عشان زحمة المباراة وضغط المباراة طويلة قوي خلال الفترة اللي جاية فبشكل عام الجهاز الفني فضل ان ما يكونش رمضان موجود في مباراة النجم وياخد مساحة وقت للإعداد البدني والإعداد الفني ان شاء الله قبل مباراة الهلال وانشوف الموقف ساعتها في مباراة الهلال وان لكل حادث حديث شريفة واحدة بعد جلسة الحديث مع ريني فيلر كان بيعمل تدريبات بدنية والجري حول الملعب وشريفة من اللاعبة الخبرة الكبيرة اللي تقعد تتكلم معاه وتسمع منه بتحس براحة نفسية وتحس بقيمة الكلام كابتن النادي الأهلي في مثل هذه التوقيتات احنا بنشعر بها كإعلام ما بقى لك بقى لما بيكون الحديث على أوسع مدى ما بين اللاعبين بيبقى الكلام بالتأكيد مختلف وأكبر وأقوى وان شاء الله الجلسات دي بتبقى مهمة جدا قبل المباراة الكبيرة وده معروف دايما على النادي الأهلي ودايما الاعلان ما بيهتم على هذه الجزئيات بيركز قوي في التفاصيل الصغيرة اللي بتبقى موجودة جوه النادي الأهلي الفريق دخل لمعسكر مغلق النهاردة بعد هذا المران معسكر في إحدى الفنادق القريبة من استاد السلام ويكون في مؤتمر صحف النهاردة حوالي الساعة 8 مساء بعد حوالي ساعة إلى تلت لريني فيلر وأحد اللاعبين هيتكلم بتأكيد على مباراة النجم الساحلي والجاهزية واستعداد الفريق لمباراة الغد سيعقوم بعدها بنصف ساعة مؤتمر صحفي أيضا للمدير الفني الأسباني خوان قارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي وأحد لاعبي فريق النجم ويتكلم على مباراة الأهلي والنجم الساحلي وإزاي النجم بيستعد لهذه المباراة هو جاي بقيمة 19 لعب لكن ما بينهم حارس مرمى لن يشارك في هذه المباراة بسبب طرده في المباراة السابقة أمام الهلال السوداني هو الحارس مقرم أو أشرف كرير أشرف كرير هو طبعا هيكون هو اللي خد الكرت الأحمر في المباراة السابقة فبالتالي مش هيكون موجود في مباراة الأهلي وهيكون موجود مقرم البديري فهنشوف خلال الفترة الجاية إن شاء الله ممكن النجم هل في حارس تاني تأيد خلال الساعة الأخيرة بعد قرار الاستبدال من عدمه ده هيتمه هنشوفه خلال الفترة القادمة طيب كمان هايزة أتكلم على جزئية الاجتماع الفني النهاردة كان فيه اجتماع فني للفريقين في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بيتم الاتفاق فيها على التفاصيل الفنية موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة الأهلي هيرتدي التشيرت الأحمر والشرط الأبيض النجم الساحلي هيرتدي تشيرت وشرط أسود بالكامل الأحمر الأهلي هيلبس أحمر والنجم الساحلي هيلبس أسود بعد الاتفاق من خلال مراقبة المباراة والمنصق العام وطاقم التحكيم اللي هيجير هذه المباراة حكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لما بنتكلم على فيكتور جوميز احنا بنتكلم على أفضل حكم في القرى الإفريقية وفيه جزئية مهمة جدا حنا بنتكلم على حكام هذه الجولة يمكن لو البعض بيتابع في هذه اللحظات مباراة تازيسك والزامبي وأول أغسطس الأنجولي هذه المباراة تشهد عودة الحكم الجزائري مهدي عبيد بعد غياب أكتر من حوالي سنة ونصف عن التحكيم في المباراة الإفريقية وشاء اختيار الحكم مهدي عبيد بعد استبعاد رئيس لجنة الحكام سليمان حسن أباري خلال الساعات القليلة الماضية أول ما خرج سليمان حسن أباري رئيس لجنة الحكام في الفترة السابقة من لجنة الحكام بدأ الدفع بالحكم الجزائري مهدي عبيد شارف ويدير في هذه اللحظات مباراة تزيسك والزامبي وأول أغسطس الأنجولي طبعا كلام كتير في هذه الجزئيات نتكلم فيها بس بعد كده مش دلوقتي احنا عندنا أهدس أو حدس أهم جدا مباراة الأهل والنجم السحلي ده هدف مهم فيه تفاصيل محتاجين نتكلم فيها بس مش وقتها نعدل أول مباراة الأهل والنجم مباراة الأهل والهلال نتطمن على مستقبل الفريق والتأهل للمرحلة الجاية وفيه موضوع لازم يتفتح الفترة الجاية سواء متعلق بالاستبدال وليه القرار يتمرر من لجنة الطوارئ مش من لجنة الأندية وأيضا كمان على مسألة الحكام ونبدأ نشوف الفترة الجاية فيه تغييرات ولو بنسبة معينة لكن نشوف التغييرات دي حدست في التوقيت ده ليه؟ وليه بعد ما تم تغيير رئيس لجنة الحكام خلال الفترة السابقة طبعا الهلال كسب لاتينيوم 1-0 والمباراة فنيا ما كانتش مباراة كبيرة يعني لو حد تفرج أو ركز وشاف المباراة المباراة فنيا ما كانتش كبيرة المباراة كانت أكوى الأوما بين الفريقين يعني الهلال بالتأكيد سجل هدف في ديئة 84 من اللاعب محمد الضي لكن في نفس الوقت طبعا كان فيه هدف للهلال أيضا في ديئة 61 حكم المباراة اللي أدار هذه المباراة كمان لغاو كان حكم هذه المباراة جاني سيك أزوي الحكم الزنبي لغا هدف الهلال في ديئة 61 وأيضا كمان كان فيه رقلة جزاء لفريق بلاتينيوم لكن تصدى لها أو أخرجها كمان فريق أو حارس مرمى الهلال السوداني كانت في ديئة 27 كان اللاعب تانا شاكوري لاعب بلاتينيوم هو اللي أهضرها يعني كانت المباراة رايحة جاي ما بين الفريقين لكن في النهاية قدر الهلال في ديئة 84 يحسم هدف الانتصار ووصول الهلال لتسع نقاط وداخل بشكل قوي في المنافسة على المجموعة ويدر يأمل مكسابين أو انتصارين خارج أرضه كسب عن نجم السحيل فريدس وكسب بلاتينيوم في زنبابو لكنه خسر المباراة الوحيدة خارج أرضه كانت أمام النادي الأهلي دي كانت إطلالة على الأخبار والاستعداد لمباراة الغد وكلام مهم جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية قبل مخرج إلى فاصل بالتأكيد هيكون معنا تقرير مهم جدا بالنسبة لآخر الأنشطة الرياضية داخل النادي الأهلي وإزاي نادي الأهلي استعد من خلال بعض الندوات وبعض الأمور التسقفية بالنسبة للأعضاء سواء في مقر الجزيرة أو في فرعي مدينة نصر والشيخ زايد نخرج إلى تقرير متعلق بمبادر